اشتركوا في القناة المنتخب المغربي في الأولمبياد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اسكتيوي اخترنا التلاتي مونير المحمد والسفيان رحمي وأشرف حكيمي بعد تفكير طويل تحدث الطريق اسكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي عن كيفية اختياره للتلاتي فوق السن القانونية الذي سيمثل الأصود في أولمبياد باريس وعرفت اللائح اختيار التلاتي مونير المحمد وأشرف حكيمي وسفيان رحمي ضمن التلاتي فوق السن القانونية الذي سيمثل المغرب في الأولمبياد وفي حديث خلال الندوة الصعفية عشية الخاميس أكد طريق اسكتيوي أن اختياره التلاتي المذكور جاء بعد تفكير طويل وأتمام مدرب المنتخب المغربي الأولمبي حديثه بالإشارة إلى دور الحارس في مؤسسنادته للفارق وباعتباره نصف المنظومة ضمن المنتخب المغربي يشار إلى نقرعة دورة الألعاب الأولمبي كانت قد وقعت المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين أوكرانيا والعراق الصيبار يفجرها بتصريح مفاجئ بعد عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي الأولمبي وهذا ما قالها تأسف الدول والمغربي اسماعيل الصيباري عن عدم قدرته على المشركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبي المقبلة باريس 2024 هذا وكتب الصيباري منشورا عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بالانستغرام لن أشارك للأسف في أولمبياد باريس بسبب قرار بيئس فايندهوبن الذي احترمها وأكمل لعب النادي الهولندي حديثها حدا سعيدا لزملائي واجعلوا شعبنا فخورا وكان طريق سكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي قد أوضح في الندوة الصعوفية التي عقدها بأن العديد من الأنديا رفضت السمح للاعبها بخوض المنافسة دياز والصيباري وشادرياض وأضم أزنو أسمى أن أكد سكتيوي رفض أندياتهم ما استمح لهم بالمشاركة رفقة المنتخب المغربي في الأولمبياد أكد الناخب الوطني طريق سكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي رفض العديد من الأنديا الأوروبية لتصريح للاعبها المحترفين للمشاركة رفقة الفريق الوطني في أولمبياد باريس 2024 وقال سكتيوي خلال الندوة الصعوفية التي عقدها للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لحدود مساء أمس كنا نتلقى الردود من الأنديا سواء بالرفض أو القبول وكشف الناخب الوطني عن أسماء بعض اللاعبين الذين رفضت تندياتهم تسريحهم للمشاركة رفقة المنتخب المغربي في الأولمبياد ويتعلق الأمر بلاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز ومدافع كريستال بلاس الإنجليزي شادرياض والظاهر الأيصر للفريق الثاني لباير ميونيخ آدم أزنو بل إضافة إلى إسماعي الاستباري لعب بأيز فايند هوفن الهولندية وكان سكتيوي قد كشف عشية اليوم الخميس بشكل رسميا عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي ستشارك في الأولمبياد بعد الهلال فريق سعودي جديد يرغب في ضم يوسف أنصيري كشفت تقارير صحفية عن اتجاه لدى أحد أندية الدورة السعودي للتعاقد مع نجم يوسف أنصيري مهاجم نادي إشبيليا الأسبانية وفق للصعفية الإيطالية رودي غاليتي خبير الملكات في أوروبا فإن النادي القادسية طلب من إشبيليا معلوماتين عن المغربي يوسف أنصيري وأوضح غاليتي عبر حسابه على موقع إكس أن القادسية يبحث عن مهاجم جديد بعد فشل ضم ألفارو مرات مهاجم أتليتكو مادريد وأشار الصعفية الإيطالية لأن الصعيد حديثا لدور الرشن السعودي سيحاول أن يقدم عرضا بقيمة 20 مليون يورو لضم يوسف أنصيري وأكد أن النادي فنالبخش التركي بقيادة مديره الفنية البرتغالي جوزي مورينيو مهتم أيضا بالتعاقد مع اللاعب المغربي ولكنه متوقف عند عرضا بقيمة 15 مليون يورو فقط ويرتبط يوسف أنصيري البالغ من العمر 27 عاما بعقد مع إشبيليا حتى صيف 2025 ويتمتع باهتمام من أندية ويستهان وتطنهام وطورين وميلان وبعض الأندية السعودية منها نادي الهلال عموت وراء تعيني السلام مدربة للأردن وهذه أسباب إقالتها صدم مدرب منتخب الأردن الحسين عموت متابع كرة القدم الأردنية بقرار رحيله عن تدريب منتخب النشم نظرا إلى توقيته في هذه الفترة الصعبة التي تترقب فيها المنتخبات الأسيوية صحب قرعة التصفية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في السابع والعشرين من يونيو الحالي في الغاصمة الماليزية كوالا لنبور ولم يكن خبر سحب عموت سهلا على متابع المنتخب الأردن نظرا إلى محقه من إنجازات في فترة قصيرة احتلت فيها كتبة القائد موسى التعمر المركز الثاني في بطولة كأس أسيو ونجاحها في التصفية الأسيوية المؤهلة إلى المونديل وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على مالومات من مصدر في الجهاز التدريبي لمنتخب الأردن أوضح فيها أن استقالة المدرب حمسي حسين عموت لم تكن مفاجئة بقدر ما كانت منتظرة بعدما سبق له التلميح إلى ذلك بعد فشل منتخب النشامة في التتوجي بلقب كأس أسيا لأول مرة في تاريخها وضف المصدر لقد اتخذ عموت قرره منذ فترة لكن العقد الذي يربطه بالاتحاد الأردني الشرط أن لا يعلن المدرب المغربي استقالته قبل بيان رسمي من الاتحاد المحلي لذا كان ضروريا أن يلتزم المدرب عموت وجهزه الفني بهذا الأمر وتحدث المصدر عن الأسباب الخفية لاستقالة المدرب المغربي رغم كل ما حققه من نجاحات قائلا أظن أن أسباب أسرية خاصة جدا وراء اتخاذ هذا القرار وليس هناك سبب أخر لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيل أمور شخصية تخص المدرب وحدها واعترف المصدر حول خلفية تعين المدرب جمال سلامي مدربة لمنتخب الأردن بأن عموت هو من اقترح هذا المدرب على الاتحاد الأردني لكرة القدم لمعرفته الجيدة بكفاءته إذ سبق لهما أن درب مع المنتخب المغرب عام 2010 مع المدربين الآخرين حسن مومن وعبدالغان النصيري بعد رحيل الفرنسي روجيلومير حين ذاك وكلاهما درب المنتخب المغربي الأولمبي كذلك واختتم المصدر حول الوجات المحتملة للمدرب المغربي موضحا وصلت فعلا عروض عند من الإمارات والسعودية والمغرب وتحديدا من الجيش الملكي والويداد الرياضي ملمحا لإحتمال تعاقد المدرب عموتة مع الجزيرة الإمارات الذي يبدو الأقرب للاستفادة من خدمتها وتبع المصدر سيذهب بكل التأكيد حيث الظروف مناسبة لأسرته الصغيرة بمعنى أن وضعية الأسرة هي التي ستحسم وجهته القادمة لكن كل شيء وارد خلال الأيام القليلة القادمة هذه أبرز العناوين سكيتيوي اخترنا التولة مونير المحمد وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي بعد تفكير طويل الصبار يفجرها بتصريح مفاجئ بعد عدم استدائه للمنتخب الأولمبي وهذا مقالها دياز وصباري وشادرياض وأدم أزنو أسماء أكد سكيتيوي رفض أندياتهم السمح لهم بالمشاركة رفقة المنتخب المغربي في الأولمبياد ترجمة نانسي قنقر